طيب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هنى المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم بالفوز على منتخب باراجوي والمباراة المشرفة اللي خضها بدربات الترجيح بنتيجة 5-4 وتأهل بها إلى دور نصف إنهائي في أولمبياد باريس كمان أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز بيعد إضافة جديدة لسجل إنجازات الرياضة المصرية على الساحة الدولية وأشهد بالمجودات اللي بزلها اللاعبين والجهاز الفني والإداري للوصول لهذا المستوى المتميز اللي بيعد تتويج لبرنامج الإعداد الطويل والمكسف اللي خاضوا المنتخب كمان طلب وزير الشباب والرياضة الجماهير المصرية بتشجيع الفريق وكافة الأبطال الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية ورفع اسم مصر عاليا وكمان الاستمرار في تقديم الأداء المميز